تقول كاثرين سوزي رئيسة الأمم المتحدة في إثيوبيا أن مكتبها يهدف إلى إنهاء التحقيق الداخلي في نهب المساعدات الإنسانية في غضون أصابع قليلة من شهر يونيو نحن بصفتنا الأمم المتحدة نقوم بالتحقيقات الداخلية الخاصة بنا وقمنا بإعداد مجتمع داخلي تحت قيادتي وأنا سعيدة أيضا لسماع أن الرئيس هنا قد أنشأ فريق عمل لمحاولة التحقيق لأننا جميعنا نريد نفس الشيء وفي هذه اللحظة نهدف إلى الحصول على اللتائج في قضون الأصابع القليلة المقبلة من شهر يونيو حتى تستمر الحياة كما كانت للكثير من الناس لذا فإن الموارد الموجودة لدينا ستستمر في العمل إلى حين ذلك وصرحت كاثرين أيضا أن الطعام يجب أن يتم توصيله إلى المحتاجين وأصدرت في يوم الأربعاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي بيانا بأنهم توصلوا إلى قرار بوقف التسليم الإنساني إلى تيجراي حتى ينتهي بهم الأمر إلى تحقيقهم الدولي وكما يعترف غيتات شوردة بمستوى القصوى في نهب المساعدات الإنسانية ووعد أن حكومته ستضمان المسائلة المشاركة في مواجهة التحديات بشكل خاص من خلال اتخاذ إجراءات ضد الجاني الذي يأخذ الغذاء والمواد غير الغذائية من المحتاجين واستخدامها من أجل ملء جيوبهم وإدارتنا جادة جدا في اتخاذ الإجراءات ضد هؤلاء الأفراد وسيشارك الموظفون في هذه الأنشطة وقد أنشأنا بالفعل لجنة مكلفة باتخاذ الإجراءات الحازمة وشدد غيتات شو على ضرورة إعادة النظر في توقيف العمليات الإنسانية لإنهاء تفاق معاناة النساء والأطفال والنازحين في المنطقة الذين عانوا منذ فترة طويلة يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ في الاعتبار حقا أنه حيثما سيأخذون الإجراءات التي تؤثر على الأشخاص الذين فشلوا في مسؤولياتهم ولكن ستؤثر على الضحايا والأطفال والنازحين وضحايا العنف القائم على النوع الجنسي الذين يعتمدون على أمس المساعدة الإنسانية من أجل البقاء في بيان يوم الأربعة أعلن كل من برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنهما لن يستأنفوا عملياتهم حتى يضمنوا تسليم الطعام إلى المستلمين المقصودين كما تشارك منسقة الأمم المتحدة في إثيوبيا كاثرين سوزي البيان ذاته لكي نعود إلى المسار الصحيح نحتاج إلى التأكد من أن الضوابط التي لدينا في نظامنا وأنه من الجانب الحكومي أيضا أن تكون صارمة بما فيه الكفاية بحيث يدهب الطعام إلى الفوائد المطلوبة في يوم الأربعاء أعلن رئيس إدارة تيجراي الموقعة عن إنشاء فريق عمل للتطقيق في المزائم بينما تعهد مدير مكتب الاستجابة المبكرة في تيجراي قبر سقابهر أرقاوي بعدم السرقة